أشكر أعضاء اللجنة خاصة مستشاريها السيدة مونيا نظراً أن العمل كان شاقاً لحدة الخلافات والتجاذبات السياسية التي كانت تشقها ستتضمن مداخلتي مستويين مستوى عاماً وآخراً خاصاً المستوى العام مناقشة وظائف السلطتين التشريعية والتنفيذية أمر هام ويعد محوراً هيكلياً لأنه يحدد النظام السياسي الذي نريده فأي نظام نريده حتى لا نسقط في خطر التغول والانفراد بالقرار والسلطة بالنسبة للنظام الرئاسي أو خطر التعطل بالنسبة للنظام البرلماني الذي نعيشوه توا وهذا ما يؤدي في كلتاً الحالتين إلى أزمة سياسية قد تتعقد وينجر عنها ما لا يحمد عقباه فما عشناه قبل 14 جنف من استبداد وتغيان بالنسبة للنظام الرئاسي يؤكد هذا الانحراف فأصبح نظاماً رئاسوياً مطلقاً بخزيدانسياليست وما تعيشه حالياً بلادنا تدل على أن الدستور الصغير شبيه بدستير الأنظمة البرلمانية والحال أن في الدول العريقة في الديمقراطية كإيطاليا وبلجيكا في 2012 تستطيع الدولة القيام بوظائفها رغم الأزمات والحال ليس كذلك في تونس إذ محاولة تطبيق هذا النموج أدى إلى أزمة حادة انعكست سلباً على أوضاع البلاد فلتركيز نظام ديمقراطي لا يكفي التنصيص التشريعي بل لا بد من التأكيد على ضرورة وجود سلطة مضادة فعلية كقضاء مستقل إعلام حر ومجتمع مدني يعمل باستقلالية وحرية ومهما كان النظام الديمقراطي المراد إرسائه لا بد أن يهدف إلى توفير الاستقرار في البلاد ولا احترام حقوق الإنسان على مستوى خاص أقترح نظام يضمن التوازن بين السلطة سلطات رئيس الجمهورية تكون الأمن الدفاع التسميات في المدنية العليا والسياسة الخارجية وما عدا ذلك يكون تحت صلاحية رئيس الحكومة تقليص سن الترشح للرئاسة إلى أربعين سنة على الأقل تكون تتويج لتجربة سياسية وليست بدايتها أعتبر العمر الأقصى بين ظفرين بدعة تونسية لأن جل الدستير البلدان الديمقراطية لا تنص على ذلك وما رد هذا المقترح هو الذكرى السيئة التي تركها تقدم بورقيبة في السن فمثلاً ريجن تولى رئاسة الجمهورية في أمريكا وهو متقدم في السن ثمانين سنة تحديد دورتين متتاليتين لا غير بالنسبة لرئاسة الجمهورية بالنسبة للائحة اللوم بوصفها آلية رقابة على عمل الحكومة لا يجب أن يقع استعمالها مهما كان الأمر دون ترشيد لذلك آلية لائحة اللوم البناء هي آلية مثلة لتجاوز السلبيات وعدم الإجحة في استعمال هذه الآلية بالنسبة لنائب الشعب في البرلمان أقترح مطأولا عدم المسج بين خطط نائب مع نيابة أخرى في مجلس محلي أو جهوي التنصيص في الدستور في باب السلطة التنفيذية أو في البرلمان على تحقيق مبدأ التناصف في المسئوليات الوزرية وفي التنفيذ النيابي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر